اهلا وسهلا هذا الدرس الثالث في تحرر شعور مستعمرات ولكن للأسف نقول أن هذه الدولة لم تتحرر إلى يومنا الحالي فنتطرق لهذا الدرس وكلنا حصر على أرض فلسطين وعلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من جرائم ضد الإنسانية وهذا كله على مرأة يعني الرأي العام الدولي القضية الفلسطينية قبل أن أبدأ في حديث عن هذا الدرس لابد أن نستعرض تقديد الدرس جذور القضية الفلسطينية ومقاومة المشروع الصهيوني والانتداب بيطاني قبل الحرب العالمية الثانية هذا كعنصر أول العنصر الثاني سيكون حول المقاومة الفلسطينية في ذل الاستراع العربي الإسرائيلي وفلسطين هدف في النقطة الأولى هدف الأطماع الإمبريالية الغربية والصهيونية ثم فيه ثلاثة عناصر الأطماع الإمبريالية الحركة الصهيونية والتحالف بين الصهيونية والإمبريالية ثم في العنصر الثاني المقاومة الفلسطينية قبل أعلان دولة إسرائيل يعني المقاومة الفلسطينية لإنتداب بريطاني وللكيان الصهيوني ثم نتعرض في الجزء الثاني إلى المقاومة الفلسطينية في ذل العربي الإسرائيلي إذن مش تواصل من 47 حتى 1993 هذا يتاريخ الاتفاقيات أوسلو في هذا العنصر أن هناك قرار التقسيم والحرب العربي الإسرائيلي الأولى 1947-48 ثم المقاومة الفلسطينية المسلحة 49-82 ونضال السياسي وإنخلاط مصاري السلام بين 82 و93 و90 إذن القضية الفلسطينية هي من أبرز قضايا العالم المعاصر وجذورها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ورغم تغير الظرفية العالمية وحسو كل دولة استقلالها ما زال الشعب الفلسطيني يناظر من أجل تحيير أرضه يعني هي قضية العالم قضية القرن قضية القرون وليس القرن إذن منذ القرن التاسع عشر إلى يوم الحالي لم يقع حل هذه القضية ولم يرد العالم الغربي حل هذه القضية لذلك إذن سؤالنا الأول ما هي جذور القضية الفلسطينية كيف تصدى الفلسطينيون لاحتلال السهيوني وما هي مراحل المقاومة يعني الفلسطينية لهذا العدوان ولهذا الاحتلال السهيوني أولا جذور القضية الفلسطينية إذن سيبدأ من بداية الانتداب البريطاني إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية فلسطين إذن كانت هدف ومطمع للإمبريالية والسهيونية بالنسبة الأطماع الإمبريالية احتدت الأطماع الإمبريالي القوى الأوروبية منذ ثلاثة الأخير القرن 19 يعني منذ القرن 19 الدول الأوروبية كانت متكالبة على الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وخاصة تركة الرجل المريض الإمبراة العثمانية فما هي العوامل التي جعلت هذه المنطقة وخاصة فلسطين منطقة جذب ومنطقة صراعا ومحل أطماع الدول الغربية أولا نقول أن المنطقة هي منطقة استراتيجية وفلسطين هي موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط وهي كما ترون في الصورة هي مفترق الطرق التجارية وهي النقطة العبور من أفريقيا إلى آسيا كذلك فلسطين هي أمامها معبرين إذن المعبر الأول هو مذيق هرمس وهو بوابة هامل النفط ثم المعبر الثاني هو مذيق عدن وهو أيضا هو نقطة العبور إلى قناة السويس قناة السويس التي تجدها غير بعيدة عن فلسطين فالذي يهيمن على فلسطين سيهيمن على المعابر سيهيمن على قناة السويس سيهيمن أيضا على الثروة منطقة الشرق الأوسط منطقة غنية بالنفط اكتشف النفط فيها منذ بدايات القرن العشرين وهذا النفط إذن مثلا يعني أسال لعابة الدول الغربية ولابد من الهيمن على المنطقة لذلك لابد من كيان جديد يعني يزرع في المنطقة حتى يكون وسيلة للهيمن على المنطقة وأولها إذن فلسطين أيضا يعود هذا التكالب الإمبريالي وتجسد خاصة في الانتداب الانتداب الفرنسي والبريطاني على المنطقة إذن في مؤتمر السلم وقع يعني تبني تبني وعد بلفور 1917 ووقع تبني أيضا إذن اتفاقية سيكس بيكو 1916 هذه الاتفاقية تقسم الأراضي العربية تقسم المناطق الولايات العربية بين انتداب الفرنسي والبريطاني وتشوفوا هناك في الخريطة إذن فلسطين إذن وقع انتدابها من قبل بريطانيا لتسهيل هذا الاحتلال وزرع هذا الكيان الصهيوني فرنسا إذن كما ذكرنا سابقا في درس الحرب العالمية إذن أخذت انتدابها على سوريا وعلى لبنان إذن هنا الحركة الصهيونية إذن هناك الامبريالية وهناك الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية برزت في أوروبا في أواخر قرن التاسع عشر مع تنامي اللاسمية الحركة اللاسمية هي نزعة دينية إذن تتمثل في معادات المسيحين اليهود بهدف حمل عن مغادرة الملدان الأوروبية في اتجاه وطن يهودي خارج الأوروبا إذن هناك نزعة تسمى اللاسمية ظهرة أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر يعني معادات المسيحين لليهود لأنهم يتهمونهم بأنهم من صلبوا المسيح وهم من قطل المسيح فهناك تطرف ديني من المسيحين تجاه اليهود لإجبار مع الخروج من أوروبا سميت باللاسمية اليهود استغلوا هذه الظاهرة اللاسمية وكونوا جمعيات صهيونية إذن مثلها جمعية عشاق صهيون 1882 ودعوا أن الصهيون هو جبل في فلسطين والحال أنه لا يوجد هذا الجبل ولأول مرة ترحت في هذه الجمعية هي مسألة استيطان اليهود بفلسطين كيف أنه سيجدون كل الطرق للوصول أنه يؤسسون دولة في فلسطين من كان العقل المدبر لهذه الحركة الصهيونية الأولى ومن نظر إليها وكتب كتاب إذن هو الصحفي المجري النمساوي تيودور هيرتزل تيودور هيرتزل في سنة 1898 أصدر كتاب اسمه كتاب الدولة اليهودية وأكد في هذا الكتاب على ظهورة تأسيس دولة يهودية تضم شتات اليهود في العالم وتحييم الاضطهات ونجح هذا اليهودي في جمع اليهود في سويسرا في أدينة بازل وعقد مؤتمر للصهيونية الأول كان في أوروبا وأول مؤتمر صهيوني إذن وهذا المؤتمر أصفر على أنشاء المنظمة الصهيونية العالمية وهذه المنظمة ستلعب دول رئيسي في تنفيذ مقررات المؤتمر والحث على الهجرة إلى فلسطين وتنفيذ كل مخطات اليهود لبناء وطن في فلسطين من مقررات هذا المؤتمر إذن ما نراه في هذا النص أولا لابد قلك من إنشاء وطن قومي لليهود إذن اتفقوا في هذا المؤتمر في سنة 1872 بسويسرا على إنشاء وطن قومي لليهود النقطة الثانية هو أن يشجعوا الهجرة اليهودية إلى فلسطين ثم النقطة الثالثة هو تنظيم الحركة الصهيونية واليهودية بتكوين منظمات وجمعيات يهودية في العالم ونشر الفكر الصهيوني في العالم تعبئة الجماهير الشعبية اليهودية وتوعيتها بتقبل الفكرة الصهيونية وبذورة أن تكون فلسطين وطن لهم لأنه نقول بين قوسين أن هناك بعض اليهود يرفضوا هذه الفكرة وأن اليهود لا يمكن أن يؤسوا دولة وأن الله حكم عليهم أو عقبهم بالشتات بأن يهموا في الأرض ثم النقطة الثالثة والمهمة جدا هي العمل على كسب تأييد العالم للمشروع الصهيوني وخاصة بريطانيا حتى ينفذوا هذا المشروع المسألة الثالثة التي ستحق الحلم الصهيوني هو التحالف بين الإمبارية والصهيونية إذن ستلتقي الأطماع الغربية البريطانية والأمريكية مع الأطماع الحلم الصهيونية ما أين ستلتقي في فلسطين إذن حذي هذا المشروع بالدعم البريطاني من الدول الإمبريالية خاصة الدعم البريطاني يتمثل فيه أول حاجة وعد بلفور بلفور هذا اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعد اليهود في نوفمبر 2017 بأن يعطيهم فلسطين وطنا لهم وتم تأكيد هذا الوعد في مؤتمر السلم في ندوة سان ريمون تم إقاره في سك الانتداب بريطاني على فلسطين ووقع التوصل البريطاني بأن تنفذ هذا الوعد إذن وعد بريطانيا لليهود ثم إذن هذا الوعد إذن أنظروا هنا كيف بريطانيا تتصرر بريطانيا تنظر بعين العطش والإجلال لتأسيس وطن قومي اليهود في فلسطين يعني بريطانيا توافق أن تؤس وطن قومي اليهودي في فلسطين أيضا بريطانيا سرحت في هذا الوعد أن ستبذل كل جهودها لتذيل الصعوبات لتحقيق هذا المشروع إذن لذلك هي ستعين مندوبا يهوديا في المنطقة أيضا يقول الوعد أن ستحترم الحقوق الدينية والمدنية للتوائف غير اليهودية يعني وكأن اليهود هم الأصل والعرب والمسلمون والمسيحين في فلسطين هم الوافدون الجدد إذن لذلك عملت بريطانيا منذ البداية على تعين مندوبا يهودي معروف باسم هاربرت سامويل وهو الذي سيعمل تجسيم المشروع الصيوني في فلسطين عبر تيسير الهجرة إليها إذن هذا سيسعى إلى افتكاك الأراضي سيسعى إلى مصادرة الأراضي سيسعى إلى تيسير حركة الهجرة إلى فلسطين إذن هذا بين 1870 و1963 وحتى عدد اليهود بعد الحرب العالمية الثانية الأولى سيرتفع حصتهم في فلسطين لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ولمنع أي تحالف عربي ألماني ضدها تراجعت بريطانيا عن دعمها للمشروع الصيوني يعني بريطانيا بعد أن كانت تدعم اليهود إذن حتى لا تخسى العرب في الحرب العالمية الثانية ويتحالفون مع ألمانيا إذن قررت التراجع عن دعمها لليهود بإصدار الكتاب الأبيض الثالث في 139 يقرر مبدأ استقلال فلسطين وتحديد الهجرة اليهودية يعني أصبحت بريطانيا تمنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين فدخل الصهائنة هنا في صراع مع بريطانيا ووصل الأمر حتى للقيام بعمليات عنيفة تجاه المصارح البريطانية في فلسطين فهمنا؟ والتفتوا إلى حليف جديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية سيكون البديل بالنسبة لليهود عن الدعم البريطاني الدعم الأمريكي الدعم الأمريكي كان قوي غداية الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية كان الدعم قوي نشأت حالف بين الحركة الصيونية والولايات التحدة الأمريكية على إساس التزام اليهود بدعم المصارح الأمريكي بدعم مشروع الصيوني مقابل دعم المصارح الأمريكي بالشرق الأوسط أمريكا تريد أن تهيان على الشرق الأوسط وأن تأخذ مكان بريطانيا في المنطقة فوجدت فرصة ثانية حالها بأن تدعم اليهود حتى تنفذ من خلالهم مشروعها في المنطقة هذا الدعم يتجسد من خلال إذن عندنا هنا وثيقة رسمية من الكونغرس الأمريكي في خصوص الإجلال اليهودية إذن قرار من الكونغرس في 3026 قرب الإجماع إذن هنا المطلوب من خلال هذا النص كيف نبرز مظاهر دعم الولايات تحت المريكية المشروع الصيوني إذن عادة إذن هنا الجملة الهامة في هذا النص الأفكار الرئيسية إذن الجملة تقول تحبذ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تأييدها قيام وطن قوم اليهود في فلسطين النقطة الثانية هي أن اذتهاد اليهود المجرد من الرحمة في أوروبا يعني كأن اليهود يضطهدون في أوروبا هؤلاء قد بيّن بوضوح الحاجة إلى وطن لهم يعني هؤلاء المضطهدون اليهود في حاجة إلى وطن وهذا الوطن يعني لابد أن يكون في فلسطين إذن الولايات المتحدة الأمريكية إذن في النقطة هذه بيّنت إعلان تعاطم اليهود ومعارضتها الارتهاد يتعرض له اليهود في أوروبا ثم أيضا قالت الرئيس الأمريكي يعني رأسا هو الذي سيؤيد هذا المساندة اليهودية الأمريكية لليهود إذن الرئيس ترومان إذن أعلن مساندته اللامشروطة لليهود بأن يؤسسوا وطنا لهم في فلسطين النقطة الموالية في النص قال السماح بالحالة لمائة ألف راجئ يهودي إذا في الدخول إلى فلسطين يعني أمام اليهود الأمريكية ستفتحوا باب الهجرة وستدعموا الهجرة اليهودية رحو فلسطين ثم النقطة الموالية في آخر هذا القرار ستسعى للتحدة الأمريكية قال إذن مسعيها الحميدة لدى السلطة المنتدبة اللي هي بريطانيا لجعل أبواب فلسطين مفتوحة للدخول اليهود بحرية ذلك القطر يعني هي ستضغط على بريطانيا حتى تسهل هجرة اليهود والتراجع عن الكتاب الأبيض الذي حدى من هجرة اليهود إلى فلسطين باعتبارها الدولة المنتدبة إذن هذا ما أدى بتبعها كنتيجة أساسية لهذا الدعم الأمريكي أن لو نقارن بين عدد السكان الفلسطيني والسكان اليهود في المنطقة بين 1717 يعني منذ وعد بلفور إلى نهاية الحرب العالمية الثانية سنجد أن العرب يمثلون 504 مليون 54 ألف نسمة واليهود يمثلون 56 يعني 90% عرب والبقية 10% يهود إذن لكن لاحظوا هنا بعد تقريبا 30 سنة من الهجرة ومن العمل الأمريالي والسهيوني إذن العرب أصبح عددهم مليون 242 ألف واليهود أصبحوا 608 ألف يعني لو نلاحظ تضاعف عدد العرب مرتين وتضاعف عدد اليهود تقريبا 20 مرة إذن أكثر من 10 مرات يتجاوز 600 ألف يهود في المنطقة وهذا ما جعل أن عددهم يرتفع من العشر إلى الثلث إذن هذا يؤكد على أن السياسة الأمريكية والسياسة البيطانية نجحت في جعل اليهود لهم وزن ديمغرافي في المنطقة وارتفع إذن نسبته من الثلث إلى الثلث وهذا سيكون له وقع إذن على المنطقة كيف تصدى الفلسطينيون لهذه المرحلة أو للمشروع الصيوني ولدولة الانتداب قبل إعلان دولة إسرائيل قبل الحرب العالمية نهاية الحرب العالمية الثانية أولا انطلقت المقاومة الفلسطينية منذ وعد بلفور إذن وتواصلت إلى حدود يعني الحرب العالمية الاندلاع الحرب العالمية الثانية إذن أول حاجة تقديم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بالقدس برقية احتجاج لمجلس الصلح بباريس إذن في 2019 ولكن كان دون جدوى النقطة الثانية إذن عقدوا مؤتمرا فلسطينيا في مدينة حيفا 1920 وأكد المؤتمر على عروبة فلسطين يعني فلسطين عربية وليست يهودية تنظيم عديد المظاهرات للندي البريطاني والاستيطان اليهودي مثل مظاهرة القدس بين عشرين وعشرين وخاصة عشرين بسبب النزاح حول حائط المبكة اليهود احتلوا الحائطة وجعله يعني حائطة مقدسة يعرف بحائط المبكة هذا هو يأتي وراءه في الجدار الخلفي للمسجد الأقصى أيضا اندلعت المقام مسلحة الثورة الفلسطينية الكبرى بين 36-39 بقيادة فوزي القوقجي وعبد القادر الحسيني ونجحت في ضرب المصالح البريطانية ومواجهة المجموعات الإرهيبية الصهيونية ولكن رغم حدة المقاومة ورغم وقعها إلا أن نتائجها لم تكن نتائج كبيرة وانتهت إذن بالفشل واندلعت الحرب العالمية الثانية وسيتتغير المقاومة ونظرة الدول الغربية إلى مسألة فلسطين وإلى الوطن اليهودي بفلسطين بعد أن تعرضنا إلى جذور القضية سنتعرض الآن إلى المقاومة الفلسطينية في ذل الصراع العربي إذن بين 1947 إلى أوسلو 1993 إذن سنترق إلى هذا الجزء في الدرس من خدالي سلة من زمني إذن وهذا السلة سنمر به من مرحلة إلى مرحلة إذن من 47 حتى 1993 أولا في المقاومة الفلسطينية قدروا التقسيم والحرب العربية لسيلولة 1947 49 إذن سنة 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية وفي هذه لما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت الظرفية ملائمة للمشروع الصهيوني ولكن للأسف كانت غير ملائمة الحركة الوطنية الفلسطينية لماذا؟ لأن أولا الفلسطينيين كانوا في الحرب العالمية الثانية يحاربون مع ألمانيا وألمانيا انهزمت في الحرب فبعد الحرب إذن وجد الفلسطينيين أنفسهم مع المنهزمين وبالتالي سيخسرون سندا كبيرا من الدول المنتصرة ثم أثناء الحرب العالمية الثانية اكتشفت أو هنا ظهرت ما يسمى بثم المظلمة اليهود النازيون الذين ينكلوا باليهود وأحرقوهم ودفنوهم وقتلوهم وشردوهم وهتلر ماذا فعلوا في اليهود إذن كل هذا استغله يعني العالم الغربي واستغله اليهود للتشهيد بالجرائم النازية ولإستعطاف العالم بأنهم شعب ضحية وأن لابد لهم من وطن يعني في فلسطين لذلك ستجد الحركة السهيونية بعد سبعة وربعين يعني سند قويا من الدول الغربية للتكفير عن ما يسمى بالجرائم النازية إذن بالأثناء تدعمت نشاط العصابات السهيونية نشأت حركات السهيونية إذن يقولها مستوطنون مثل عصابة إيرغون مثل عصابة الشتيرن إذن هذه العصابات إذن كانت تقوم بشتى الجرائم تجاه الفلسطينيين إذن لتهجيرهم من أراضيهم وافتكاك أملاكهم إذن في سنة 1947 أمام هذا الصراع وأمام نشاط العمل الحركات السهيونية والصراع بين العرب واليهود إذن بريطانيا أعلنت يعني أنها لم تعد قادرة على السيطة على الوضع فأرادت أن تنسحب من فلسطين وقدمت ملف فلسطين إلى جمعية الأمم إلى مدنة الأمم المتحدة هذه المنظمة أصدرت قرار القرار كان سنة 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 القرار يقول أن إذا بد من تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة عربية ودولة يهودية ومنحت الدولة اليهودية حوالي 55% من المساحة يعني كما ترون المساحات الخضراء كلها أعطيت لليهود إذن أكثر من نصف المساحة لليهود لتأسيس دولة يهودية وتضم حوالي 30 من مجموعة السكان ثم منحت الأراضي يعني هنا اللون الوردي لفلسطين وهنا الضفة الغربية وقطاع غزة ولا يمثل ذلك إلا 45% من المساحة بينما القدس كذعت تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة إذن هذا قرار التقسيم حسب ما ورد من منظمة الأمم المتحدة كيف سيتعامل كيف سيتعامل المختلفة الأثراف مع هذا القرار إذن الحكومات العربية أعلن ترفضها القرار إذن وهذا النص يقول أن الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة وتعتبر التقسيم مباطئة من أساسه ويتقف لجانب استغالفلسطين وسيادتها وتتخذ من التدابير الحاسي ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم وفرض المعركة من أجل ذلك يعني الدول العربية أعلنت رفضها لقرار التقسيم وفي المقابل أعلنت إسرائيل في 14 مائة 48 دافيد بنغاريون استغل الفرصة وأعلن قيام دولة إسرائيل يعني من جهة العرب رفضوا قرار التقسيم واليهود قبلوا التقسيم وإذن أعلنوا قيام دولتهم لأول مرة مرفع العلم السهيوني في الأول مرة في أرض فلسطين إذن ما هي انعكسات هذا القرار إذن قبول قبول اليهود قرار التقسيم ورفض العرب سيؤدي إلى اندلاع حربا إذن بريطانيا تعنى انسحابها أولا من فلسطين ودافيد بنغاريون يعني قيام دولة إسرائيل وهذا سيؤدي إلى الدول العربية ستعنى الحرب على إسرائيل إذن هناك متكون جيوش عربية من شدة دول عربية مصر الأردن سوريا لبنان والعراق ويعني هنا دخلوا في حرب ضد الكيان السهيوني وفيه المتطوعين وقاد المقاومة إذن عميد المقاومين إذن فوزي القاوخجي ونجحوا إذن هنا في تحقيق انتصارات باهرة يعني ضد اليهود وتلاحظون يعني في الخريطة هنا بعد يعني معتها الحرب ماذا فعلت إسرائيل أنه يعني تدخلت أولاد تحت الأمريكية وفرضت هدنة فرضت الهدنة على العرب وأوقف الحرب لما أوقف الحرب إذن أولادتها الأمريكية إذن وضحت جسرا جويا بين أمريكا وإسرائيل فإذن دعمتها بالأسلحة وبالمؤني وبالجنود وبمزيد المتطوعين اليهود من العالم وإذن انقلبوا على الجيوش العربية لأن الجيوش العربية أغلبها انسحبا من المنطقة وإذن اليهود إذن توسعوا أكثر في الأراضي الفلسطينية وكما تلاحظون اللون المخطط إذن هذا كله أصبح إذن أراضي أخرى امتلكها اليهود ووصلوا إذن كما ترون هنا إلى القدس التي هي تحت هيمنة أو تحت وصاية أجمعية المنظمة المتحدة وإذن النتيجة أن العرب خسروا الحرب وأيضا إسرائيل توسعت على مزيد من الأرض الفلسطينية أكثر مما منح لها في قرار التقسيم إذن ماذا سيحدث بعد ذلك إذن هنا نلاحظ أن حدثت النكبة حلت النكبة الفلسطينيين وإذن كما تلاحظون في الخريطة اليهود أصبحوا مهاجرين إلى الأراضي المجاورة كلاجئين إذن تحول أغلى من اللاجئ وكما تلاحظون أرقام كبيرة 104 ألف لاجئة في لبنان 28 ألف لاجئة في سوريا 100 ألف في الأردن واليهود توسعوا على كاب المنطقة وهذه الصور تبرز المعاناة كما ترون إذن تشهيد الشعب الفلسطيني إذن في الدول المجاورة إذن تلاحظون أنه في المخيمات إذن نصبت المخيمات لفلسطين ويعني أتلام ذا أين يدرسون يعني في العراء في الخارج وهذه ظروف العيش في المخيمات وحلت النكبة قلت بالشعب الفلسطيني والعرب عوضة أنه هنا أن يواسل الحرب إذن توقف الحرب فاستغلتها في إسرائيل لمزيد تعبئة قواتها والعودة في الحرب وكسب هذه الحرب وكسب المزيد من الأراضي إذن جواناة ١٤٨ الأمم المتحدة تفضل هدنة واليهود يستخدمونها للتعب أو يعاد تنظيم الصفوف في ٤٩ تحل النكبة بالفلسطينيين وبالعرب هذه من الجوش العربية وتحول الفلسطينيين إلى لاجئين بالدول المجاورة إذن توسع الكيان السوني اعترفت به دول كبرى إسرائيل عضو في الأمم المتحدة إذن كمكافأة لهذا الانتصار الصهيوني الولايات التحدى الأمريكية والالتحاد السوفياتي منحوا إسرائيل إذن مركزا في الأمم المتحدة وأصبحت عضو في حين فلسطين يعني لم تتمتع بأي معانة حتى ولو كرسي في هذه المنظمة الأممية وكل ما يحدث كان بتزجية من جميعية من منظمة الأمم المتحدة إذن هذا يعني نقول أنا تلخيص يعني لما قلته في السلم الزمني فمن أمر عليه بسرعة ثم إذن نواصل مع السلم الزمني المقاومة الفلسطينية إذن تصار بين 82 إذن مرحلة أخرى من المقاومة وهذه المقاومة ستكون فيها المقاومة مسلحة إذن في 1952 إذن حدثت ثورة الضباط الحر في مصر لأن هنا بين قوسين نقول أن المقاومة الفلسطينية ستتأثر كثيرا بما يحدث في العالم العربي من تطورات سياسية ومن الصراع العربي السهيوني إذن في 1952 إذن قامت الثورة في مصر ثورة الضباط الأحراء ونجح جمال عبد الناصر إذن في تأميم قناة السويس إذن سنة 56 فكان من إسرائيل إلا أنكث لأنها يعني هي وفرنسا وبريطانيا شنوا عدوانا ثلاثيا على مصر وفي هذا الإطار في هذا الضرب إذن تكثفت العملات الفلسطينية ضد كيانسيوني داخل المناطق المحتلة وخاصة يعني بدعم من جمال عبد الناصر ودعم من مصر إذن كانت هي معتها منطلق العملات الفلسطينية في اتجاه الأراضي المحتلة إذن في سنة 57 إذن بدأ عملية التنظيم للمقاومة الفلسطينية فتأسست حركة التحرير الفلسطيني إذن هنا سمى حركة فتح بخية العرافات لتؤثر ولتحرر إذن حرر فلسطين أراضيهم بأيديهم إذن تكونت أيضا حركة فتح يعني قوات عسكرية تعرف بالقوات العاصفة هي الجناح العسكرية حركة فتح وستقوم إذن هذه حركة فتح وجناح العاصفة بعمليات يعني فدائية داخل الأراضي المحتلة سنة 1964 إذن الفلسطينيون واصلوا تنظيم صفوفهم بتأسيس منظمة تحرير الفلسطينية إذن هناك عيد من الفصائل والأحزاب والطيارات الفلسطينية يعني المشتتة في 64 اتفق الفلسطينيون على أن يؤسسوا منظمة تجمع كل الفصائل الوطنية الفلسطينية إذن ونجحوا إذن في تكوين وضم تحرير سنة 64 وتوحيد كل الفصائل وتوحيد الهدف اللي هو إذن تحرير الأرض الفلسطينية بأيديها في سنة 67 تقوم حرب 67 إذن إسرائيل تشن حربا على يعني سوريا وعلى مصر وكما تلاحظون في الخريطة إذن إسرائيل حدودها يعني كيف توسعت إذن في حدود 67 إذن ضمت تقريبا كاملة كاملة يعني الأراضي الفلسطينية ولم يبقى إلا الضفة الغربية وغزة ثم إذن توسعت على سنة وتوسعت إذن داخلت أكثر في القدس لهنا وأيذن توسعت في الجولان فهمنا ولا وإذن امتد الكيان الصيوني أكثر في الأراضي العربية ويعني هذه الحرب يعني خسيرها العرب مرة أخرى وخارج منها اليهود أكبر مستفيد إذن حرب 67 إسرائيل تعدد حرب على الدول المجاورة تحتل غزة الضفة الغربية وهضبة الجولان والسورية وسحراء سيناء فالفلسطينيون شاركوا مع الدول العربية في هذه الحرب بعمليات فدائية خاصة على الجبهة السورية في 68 إذن إعلان المثاق الوطني الفلسطيني إذن اجتمع الفلسطينيون وإعلان المثاق الوطني يعني دائما يؤكد على ضرورة تواصل حركة المقاومة وتحريه الأرض الفلسطينية إذن هنا أيضا في هذا الإطار قوات العاصفة اللي هي الجناح العسكري لحركة فتح قامت بعمليات عسكرية في داخل الأراضي المحتلة وخاصة ما يعرف معركة الكرامة إذن من أشهر هذه المعارك إذن في 73 ستندلع أكتوبر 73 يعني بين الكيان السيوني وبين يعني المصر ويعني في النفس الإطار ستكون العمليات الفدائية كثيفة ضد كيان السيوني إذن دائما المقاومة تقصر على عمليات فدائية تقوم بها قوات العاصفة سنة 74 إذن منظمة المتحدة منظمة الحياة الفلسطينية تتحصل على صفة ملاحظة ملاحظة يعني يجلس في مجلس الأمن أو يجلس في منظمة المتحدة إذن يلاحظ بعينيه ولا يبدي رأيه أو يتكلم يعني وهذه قمة يعني الاستغلال والاحتقار ويعني نقولوا أحنا عدم الحياد تجاه قضية يعني يتعرض فيها الشعب الفلسطيني إلى مظلمة كبيرة إذن تحصلت إذن على الأقل يسمى انتصار أنه أصبح بإمكاني الفصائل الفلسطينية أو أن تحذر في موضوع المتحدة بعد أن كانت مصنفة إرهابية في سنة 79 إذن مصر أمضت معادة كام ديفيد مع إسرائيل وكانت هذه الضربة القاضية وهنا للمقاومة الفلسطينية لأنه لم يعد لها سند ولم يعد للفلسطينيين يعني موت أقدم تنتلق من العملات الفدائية ومصر أمضت اتفاقية سلام وستصبح مصر هنا من الدول التي تسعى إلى يعني حماية حدودها مع إسرائيل وإمضاء اتفاقية سلام يعني بين الدولتين إذن تراجع تعملات الفدائية الفلسطينية في هذه الفترة وإذن فرّت المقاومة الفلسطينية إلى جنوب لبنان إذن لم يعد لها موت قدم خاصة بعدها بعد المصر بعد الأردن وإذن انتقلت هنا إلى جنوب لبنان في 82 إسرائيل إذن في متاردتها المقاومة الفلسطينية احتل جنوب لبنان وتصل حتى بيروت إذن هنا بقيادة الزعيم السهيوني الفاشي أريال شارون إذن هدايا وصل إلى بيروت لمتاردت المقاومة الفلسطينية والفصال الفلسطينية تشلوا إذن عمليات انتلاق مجهور لبنان وكحل لمضم التحليل الفلسطينية إذن هي أن غادرت لبنان خاصة بعدما معانتها المشاكل التي حدثت في جنوب لبنان وفي الأردن ما يعرف بالأيدول الأسود ومقاومة الدولة الأردنية أصبحت رافضة لوجود الفلسطينيين في المنطقة فإذن اختاروا أن يغادروا لبنان إلى تونس يعني بعيدا عن المجال المقاومتهم وهنا يمكن أن نقول أن المقاومة المسلحة سوف تنتهي في هذه المرحلة يعني مع انتقال المقاومة تشبهة الثمانة التحليل الفلسطينية إلى تونس افتراجعت لقاومة المسلحة ووقع تعديل المرمج المقاومة وفق الشرعية الدولية وستدخل في مرحلة جدا من المقاومة إذن هذا بإيجاز المرحلة الثانية في المقاومة الفلسطينية بـ 49-82 نصل إلى المرحلة الثالثة وهي انخراط في النظام السياسي وفي مصاري السلام والشرعية الدولية 1982-1993 إذن 83 مسادقة قمة العربية بفاس في المغرب الأقصى على خطة السلام وتؤكد عن إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة مقابل اعتراب بدولة السائل العرب هنا قبلوا في قمة الدولة الجامعة العربية بخطة الأرض مقابل السلام يعني يعطون أرضا للفلسطينيين ويعني يتحصل اليهود على السلام ولكن الأرض انظروا هنا منطقة صغيرة إذن هي الضفة الغربية وغزة أقل حتى مما يعني مما جاء في قرار التقسيم سنة 1947 في 1987 إذن تحدث انتفاضة الأطفال في الحجارة هي شكل أخر من أشكال المقاومة كما تشارونا في السور إذن هذه الأشكال هي شكل ذكي جدا اعتمدته الانتفاضة باعتماد الحجارة وأطفال صغار وعزل لا يملكون سلاحا وهذا بتبع أحرج إسرائيل في معاملتها مع هؤلاء الأطفال وأصبح هناك مساند ودول العالم كلها أصبحت تؤيد يعني نضال الشعب الفلسطيني وإذن تضمنها مع الأطفال في فلسطين إذن إسرائيل تمارس أبشع أفضع أشكال القمع تجاه أطفال الحجارة ثمانية وثمانين إذن المجلس القول وطن الفلسطيني يعرن في الجزائر عن قيام دولة فلسطين إذن قيام الدولة بدون يعني أرض في فلسطين في الجزائر في ألسة وتسعين إذن انعقاد مؤتمر مدريد للسلام على أساس مبدأ أرض مقابل السلام إذن عقد المؤتمر في إسبانيا وحضره يعني ممثل الدول العربية وفلسطين وممثلوا اليهود إذن في ثلاثة وتسعين إذن وقع الامضاء اتفاقية أوسلو إذن لتنفيذ قارات مؤتمر مدريد إذن اجتمع الرؤساء الثلاث يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيري كلينتون برعاية أمريكية وإسحاق رابين رئيس إسرائيل وإذن اليس عرفات إذن زعيم الفلسطيني الراحل واجتمعوا في أوسلو وأمضوا اتفاقيات تنص على يعني منح اليهود السلام وأعطاء الفلسطينيين يعني قطاع غزة وأريحة وليس حتى الضفة الغربية بأكملها جزء منها فقط إذن في مفاوضات وهنا في انتظار مفاوضات الحال حتى نراكم يا فلسطينيين ماذا ستفعلون يعني هل تتخون عن الميضان المسلح يعني ثم نواصل بقية المفاوضات وهذا ما حدث لكن يعني من 93 إلى سنة 2000 لم تطبق إسرائيل أي قرار من قرارة أوسلو وانقلبت على معتها الاتفاقيات مما دفع بالفلسطينيين إلى اندلاع الانتفاضة الثانية في سنة 2000 وهذه إشارة إلى أن اليهود يستغلون الوقت ويستحوذون على الأرض يعني يفاوذون ويحتلون يعني المزيد من الأراضي ولن يتحاصلون على أي شيء اليوم يعني نرى فلسطين في جزء صغير من أراضيها إذن هذه النقطة تمثل الندال السياسي والإخلاص في مسارة السلام 2293 إذن الخريطة انظر كيف تطورت حتى نفهم يعني التطور حركة يعني السهيونية في العالم ودور اليهود وفلسطين إذن في البداية اللون الأخذ يمثل فلسطين واللون الأبيض يمثل إسرائيل اليهود يعني وزنهم في الخريطة انظروا الآن في سنة 47 بعد الحرب العالمية الثالية كيف أصبح وثم في 1949 تآكلت الأراضي الفلسطينية وأصبحت أغلبها تتبع الكيان السهيوني أيضا في سنة 2012 يعني كما ترون تحولت انقلبت الخريطة العكس أصبحت الأراضي العربية الفلسطينية نقاط مبعثرة في الخريطة والمجال كله تحت الهيمنة اليهودية وهذا بتبع يعكس يعني سياسة اليهود يعني التدريجية والمرحلية وأنهم سيستحوذون على فلسطين كاملة إذن رغم التنازلات الفلسطينية ظل الكيان السهيوني يرفض تطبيق الاتفاقيات وما أدن للإنتفاض سنة 2000 أجبت الأمم المتحدة إذن مؤخرا على الاعتراف بحق الفلسطين في إقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل يعني الحل لوصوله واعترفت بالأمم المتحدة هو أن تكون هناك دولتان تعيشان جنبا إلى جنب ولكن إلى حد الآن الفلسطينيون اعترفوا بذلك وقبلوا ذلك وأنه اليهود كانوا يرفضوا ذلك ويواصلون سياسة الثهاد والاستغلال والقتل والاغتيال والقمع وهذا كله على مرأة المنظمات الدولية ورابة تتحق الإنسان يعني وكأن الفلسطيني ليس إنسانا لكن التاريخ يعني يثبت يوم بعد يوم أن هناك شعب جبار في فلسطين وشعب مقاوم ولن يتخلى عن فلسطين شكرا وإلى اللقاء في درس اللاحق